زمن المضارع في الصيغة الإخبارية أفعال أخيرها أو أفعال المجموعة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم على قناة فرنشاوي مع وليد مصطفى في سلسلة قواعد اللغة الفرنسية في الفيديو ده بنكمل كلامنا عن تصريف الأفعال في زمن المضارع في الصيغة الإخبارية وهنتكلم هنا عن الأفعال المنتهية بالإي آغ أفعال تنتهي بإي آغ ولكن ليس لها قاعدة موحدة وعلشان نسهل الموضوع هناخد كل الأفعال اللي أخيرها إي آغ وهنقسمهم إلى سلاء أربعة مجموعة فرعية كل مجموعة لها مجموعة أفعال بتصرفه بنفس الطريقة وبنفس الكيفية خلنا نبتدي بالسوق غوبي الأولى المجموعة الفرعية الأولى وهي كلها هتشبه فهناخد فرب باختيغ وبعدي كده وبعدي هقول لك مجموعة أفعال كلها بتتصرف بنفس الطريقة اللي تصرف بها فرب باختيغ أولاً فرب باختيغ يعني يرحل أو يغادر أو ينطلق أو يسافر أخره إيغ بس أخره تيغ تي اي اغ بتتصرفي زي باختيغ بصلي كده عشان هيبقى لي اتنين يعني أصلين في التصريف الأصل الأول هيكون شفت الأصل الأول يعني ايه أصل يعني ايه غاديكال هو الجزء الأولان من الفعل الجزء الأساسي غير الجزء التاني اللي هو النهاية هتلاقي الجزء الأول بقى PAR 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 وضيفنا عليه SST وركز قوي في النهد عشان هتكرر كتير جداً في اللي جاية كله نو PARTAN VO PARTE IL PARTE IL PARTE لاحظت هنا إن الراديكال دي verbe أصل الفعل أصبحت PARTE يبقى JE PARTE TU PARTE IL PARTE NOU PARTEAN VO PARTE EL PARTE EL PARTE EL PARTE اللي انت شايفه قدامك ده هينطبق عليه الأفعال اللي جاية دي dormir ينام montir يكذب sentir sentir يشم servir يخدم sortir يخرج المجموعة الفرعية التانية هي verbe venir 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 يعني verbe TO come يأتي بتتصرف إزاي venir بتحول شوية مع JE يبقى VIEN JE VIEN TU VIEN IL VIEN EL VIEN أصبح أصبح الراديكال دي verbe VIEN 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 والنهايات SST تمام؟ نجع الجامعة هنلاقي نو VEEN 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 O-N-S-E-Z VEENEN VEENEN ده شكل تاني مع إلا فيك اس هنلاقيه أصبح VIEN VIEN IL VIEN EL VIEN VIEN أصبح راديكال VIEN VIEN يبقى الفعل ده أو المجموعة الفعل ده والأفعال اللي هاديها لك بعديه بيتصرفوا بنفس الطريقة بيتحاول إلى VIEN VIEN VIENEN VIEN VIEN تمام؟ الأفعال اللي هاقولها ده بتتصرف بنفس الشكل بتاع تصريف غرب VEENER APARTENIR ينتمي لي CONTENIR يحتوي على أو يضم CONVENIR يتفق مع DETENIR يعتقل أو يحتجز DEVENIR يصبح ENTRETENIR يرعى MAINTENIR يحتفظ بي أو يصون PREVENIR حذر يحذر يتفكر يدعم أو يؤيد يمسك أو يحتفظ بي وليه معاني تانية المجموعة الفرعية التالتة من الأفعال المنتهية بـ هو هناخد الإجزامبل بتاعها فاغ بـ ودي أفعال بنت حلال تحس إنها أفعال حلوة كده ليه؟ هتعرف حالا لما هتشوف تصريف فاغ بـ وكل الأفعال اللي جاية بعديه هتتصرف بنفس الكيفية هي الكيفية؟ هي الكيفية اللي قلناها مع الفارب اللي أخيرها أغ الأفعال دي بتتصرف تماما مثل تصريف الأفعال المجموعة الأولى أو الأفعال اللي أخيرها أغ شوف كده الإجزامبل بتاع أوفغير أوفغير يعني أوبن يفتح يفتح أي حاجة يفتح شبك يفتح كتاب يفتح عينيه وهكذا هتلاقي فارب أوفغير تيوفر إيل أوفغ 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 حزفنا الإي آغة وحطينا مكانها أ 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 نوز أوفغان أو voz ouvre إيل زوف إيل زوف نفس القصة يعني أنت يبقى بتصرف مثل أفعال المجموعة الأولى تماما وكذلك الأفعال اللي جاي بعديه دة أكيِّر يستقبل أسيِّر يهاجم بعنف يقطف الزهور أو يقطف الفواكه يكتشف يقدم عرض أو يعرض يجمع يعاني يرتعش أو يرتعد المجموعة الفرعية الرابعة من الأفعال المنتهية بإيقاغ إيقاغي هي مجموعة أفعال يتصرف مثل الزهور يستقبل أو يستلم في الإنجليل يتصرف إذا يبقى رسوه مجموعة الفرعية يحصل 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 يبقى الرادكال أصبح هنا نو رسوهن الرادكال هنا أصبح حتريسيف مع إلافك اس يبقى هنا عنده في الفئة دي 3 رادكال 3 رادكال ها أرى البرب مرة تانية زي ما شفنا تصريف verب رسوهر الأفعال اللي جايبادي هتصرف مثله تماما بعد ما خلصنا الأربع مجموعات الفرعية من الأفعال اللي أخيرها عندنا بقى مجموعة أفعال لا يندرجوا تحت إيه تصنيف من التصنيفات ودول لازم تحفزوا كويس ودي أفعال أخيرها في الشكل التقليدي كنا بناخد لهم فئة الوحديهم لكن هنا دخلناهم في الفئة اللي أخيرها لأن هما هنعتبرهم من ضمن الفئة دي هما طبعا أفعال مجموعة تالتة هنشوف حالا في الأفعال دي كل فعل بتصرف لوحده أو بتصرف بطريقته الخاصة لازم أحفظه أسمعه كويس أردده على الثاني وهتلاقي النهات كلها موحدة سست وونسز وانت قريت تركز معي في مجموعة الأفعال اللي هقولها دي وترددهم مرة واثنين وتسمع الفيديو مرة واثنين وبعد كده هتلاقي لينك أسفل الفيديو تدخل تلاقي الكلام ده كله مكتوب قدامك وفي قوز في آخر الفيديو تشتغل علي و تشوف ماذا استيعابك عمل إزاي Verbe devoir بمعنى يجب يجب يستطيع 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 يستطيع